تزداد الأزمة التي تعصف بليبيا تعقيداً مع ارتفاع حدة الهجمات التي تعرضت لها في الأوينة الأخيرة لا سيما في العاصمة ترابوليس ولم تكذ البلاد تتعافى من هجمات دامية حتى تصاعدت ألسنة النيران معلنة عن استهداف مقر وزارة الخارجية في هجوم انتحاري بسيارة ملغومة وحزام ناسف أسفر عن وقوع قتلى وجرحة هجوم نفذته عناصر قد تكون تابعة لتنظيم الدولة وفق مصادر أمنية وقع في أكثر مناطق العاصمة تحصيناً وغير بعيد عن مقر المجلس الرئاسي المقترح ومجلس الدولة وبالنظر إلى عدد الضحايا يبدو أن الهدف الرئيسي لمنفذ الهجوم لم يكن إقاع أكبر عدد من الضحايا بقدر ما تحمله دلالات مكان الهجوم من رسائل تهديد ووعيد تظهر صعوبة فرض الحكومة المقترحة سيطرتها الكاملة على مناطق حيوية وضعف المؤسسات الأمنية والعسكرية داخل نطاق سيطرتها كشف هذا الهجوم عن هشاشة وضعف الترتيبات الأمنية المعتمدة بإشراف أممي من الرئاسي المقترح في فرض الأمن والاستقرار حتى داخل المؤسسات الدبلوماسية فكيف هو الحال مع باقي المؤسسات؟ مراقبون للشأن الليبي يرون أن هذه الهجمات هي النتاج للخلافات السياسية والانقسام الحكومي فضلا عن استراعات العسكرية من حين إلى آخر أسباب وفرت بدورها أرضية خصبة ومجال مفتوحة لجماعات وتنظيمات كتنظيم الدولة الذي دائما ما يسجل حضوره في ظل غياب الحكومة ومؤسساتها الأمنية